ظلت لأزيد من عشرين عاما مدينة ميلة الأثرية القديمة في ميلة نقطة سوداء وملجأ للتربح على حساب الكثير من العائلات المحتاجة حقيقة لسكن يأويها رغم بعض المحاولات لطي ميلة فيها لكن دون جدوى ضربت الزنزل جيس هابطانا القيسم يعيطا ودخلت ليهم جبت سهدو الزوج جبت سهم بالسيفة من داخل ودينا ما كين جزائيطنا المصالح المعنية وكي ما راك تشوف خرجنا لهم قشم وكي ما راك تشوف اختي ربت عليها الدار سقينا أرمالة وثلاثة مراد أم وفيل عندها عمين من لي تحت عليها الدار اليوم الزهر قد بيهزوها حتى اليوم من الحاضر هاي ربت عليها الدار تقاس الكبير وزوج ولادها من ولادها طاع ليهم الحيط بيد أن زلزال الأخير الذي ضرب ولاية ميلة عجل بوضع آخر النقاط على الحروف لإيجاد حل نهائي لما تبقى من القاطنين بها وغلق هذا المعلم التاريخي أمام الاستغلال السلبي نحن كذلك في صدد دراسة ملفات أصحابها وفور الانتهاء منها ستوزع لهم سكنات كذلك من هذه 352 سكن التي حضرناها للتوزيع فأمام الجميع فرصة لا تعوض لترحيل الجميع وغلقها نهائيا مدينة ميل القديمة واستغلالها ثقافيا لما تحتضنه من مسجد أبو مهاجر دينار وغيره من الزخم الأثري العتق وبي حضرنا